عايز اقولك مفاجأة ان كابتن ياسر طبعا احنا على علاقة قوية من زمن طويدي يعني وصحابه كنا مع بعض في نهاية بتناصر وبتعلم انا بكلمه ده ده بورش عليه لأ ما اقولتلك او كان بيرد الاول انا اقولتلك بباع رئيس لاجنة ما بيردش طول ما هو بيردش انا متطمر هو مركز انا متطمر اه لان انت عارف فرضوك ابتخارد الاعلام يعني بيزغلل صح بيزغلل بعض يعني فيه ناس بتحب انها تبقى موجودة باستمرار اه هو مش من الشخصيات دي على فكرة اه لا انا ما بتكلمش على كابتن ياسر انا بكلم عامة في اسر التحكيم يعني بيبقى فيه ناس بتحب الظهور وتحب انها تبقى موجودة دايما على الفضائيات يعني وعلى وسائل علامة مختلفة يعني زي ما شفنا كده يمكن انت تابعت طبعا يمكن فيه على السوشال ميديا ابتصت كابتن احمد سليمان برضو ان هو عيدو مكس دارة نادي الزمانك طبعا وتصريحاته اللي هو قالها بعد مرش مصر انا قدامي 30 سنين اكيد تتصريحات انا معرفش كابتن احمد سليمان ازاي يطلع منه هذا التصريح ان هو يقولك انا بفكر ان انا امدع لعيب تزي ماك انهم مروحوش في منتخب عشان مباراود دي في ليبيا انا يعني مش مستوعب ازاي كابتن احمد سليمان طلب من هذا التصريح لا مش عشان مبارا في دي في ليبيا لا 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 على محمد عواد ما شاركش وازاي محمد عواد ما شاركش ايه بزبط اللي هو يعني وقال ازاي حسام عبد المجيد ما يشاركش كلاعب اساسي مع مرادة بس مش عشان مبارا ودية في ليبيا يعني هو بيكلم عنها هو طبعا تصريح خاطئ هقولك قليم اصلا انا شفته اه قال ازاي يعني كان الافضل بقى ان اخدهم ملعب بيهم من مرادة ودية هو فيه حاجة اسمها في ده لا يعني منتخب مصر بلعب مرادة رسمية صحيح وانه رايح لعب مبارا ودية تقولي اصلا لعبة الزمالك لازم كانوا معي افضل احنا يلعبوا يعني كابتن ناحا السلام بس انهدى شوكي